محطتنا الختامية من ديمشق تحديداً حيث قامت الجمعية السورية للاستكشاف والتوثيق برعاية وزارة السياحة بجولة على بعض الأماكن التراثية والأسارية في مدينة ديمشق منطلقة من أمام المتحف الوطني تفاصيل هذه الرحلة مع الزميلة نور محمد بالتقرير التالي كنز المفقود كان اسم الجولة التي انطلق بها أفراد جمعية أن السوري للاستكشاف والتوثيق من المتحف الوطني إلى تكية الإسليمانية فمحطة الحجاز لتنتهي أخيراً في قلعة ديمشق هذا برنامج اسمه برنامج كنز المفقود أطلق في سنة 2012 الفكرة الأساسية منه هو كنز المفقود الذي هو أي شيء مخفي عنه بالبلد إن كان على تراسي ثقافي أي جوانب أو حتى على كمحميات طبيعية نحنا بنصلت الضوء عليها نورجية للعالم مثل ما هلأ نحنا كنا معاشين بجولتنا طلعنا من المتحف الوطني على تكية جينا على الألعة يلي هنا بنص ديمشق معنا 100 شخص بحوالي 50 شخص فايت على تكية يلي هي بنص الشام فهدفنا أنه نورجية للعالم نعرفها عن قرب يشوفوا شوفوا ببلدنا إن كان بدينا على المناطق إحنا عايشين فيها مثل ديمشق أو حتى إن كانت بعيدة عن ديمشق مثل المحافظات الثانية نشاط الأسبوع الجاية هو اسمه فورويل درايف يلي هو من نشاطات الجمعية بلون اسمه قفزة ثقة بكسب حيكون الجمعة الجاية بـ 19 شهر وجولاتها قريبا إلى الشهر الجاية الجولة السياحية التثقيفية استهدفت الفئة العمرية الشابة كما أوضح خالد ويلاتي قائد نشاطات الجمعية المذكورة من أهم الأهداف التي تم الحديث عنها كان إعادة السياحة الداخلية منها والخارجية إلى ألاقها السابق والإضاحة للعالم أجمع بأن سوريا اليوم كما كانت دائما أرض الحضارة والسلام بصراحة هي هي واحدة من الرسائل اللي نحن عم نركز عليها لفترة الأزمة أنه أي مكان منحس أنه هو رجع آمن فنحن أول الأشخاص أو أول المبادرات اللي بتطلع باتجاه هذا المكان وهي هي رسالتنا أنه في أماكن بلشت تصير آمنة الحمد لله وعم نفوت فورا نحن إلى حتى نروج له سياحيا وروج له ثقافيا ونشجع الناس أنه يرجعوا ويسقوا بهذا المكان اللي هو كان بفترة من الفترات مثلا محطة كتير مهمة بالسياحة وبعدين أغليق بعدين رجع نفتح للكل وإن شاء الله يا رب كل سوريا الرقة والحسكة دير الزور إن شاء الله يا رب أما تسمية النشاط الملفتة للنظر فكان الحديث عنها مختلفا دائما تبعات الجمعية لهم اختراعات وأسماء غريبة عجيبة هل هي الكنز المفقود هو كنز فعلا نحن جواتنا بتحسي أنه في شي نحن فائدينه ما منعرفه هو ما في شي مفقود الحقيقة بسوريا يعني كل شي تقريبا فينا نقول أنه هو مستكشف وموسق ووائل آخر بس نحن عنا ببعض الأحيان في عنا مثل صغرات نوائس نحن ما نأغدين عنها فكرة واضحة هلأ مثل إذا ما بارك هلأ إذا بيبين معنا في جبل الأربعين المقامي الموجود بجبل قاسيون كلنا من نشوفه وعلام واضح كثير بس ولا مرة خطر ببعضنا أنه نطلع إله فنحن اعتبرنا أنه هي هي الشغلة نحن مثل مهمة على مسؤوليتنا أنه نحن نطلع لنستكشف هذه المناطق ونشوفها فمن هون إجا أنه فيه كنوز موجودة بسوريا المفروض نطلع عليها وناخد معلومات عنها واضحة أكتر المشاركون أو من تتم تسميتهم بالمتطوعين في الجمعية أوضحوا أن ننشاطاتهم لا تقتصر فقط على الاستكشاف والتوثيق وإنما دراسة مشكلات المناطق التي تتم زيارتها بما يوجه الاهتمام للبقايا الأثرية في مختلف المحافظات السورية والتي بحسب أعضاء الجمعية تتعرض لاعتداءات غير إنسانية إضافة للحفاظ على الحيوانات والطيور ومنع الصيد غير المنظم والراعي الجائر ضمن المحميات الطبيعية